السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوتين يضع القوات النووية في حال التأهو علان الرئيس الروسي بالدمير بوتين اليوم الاحد وضع قوة الردع في الجيش الروسي وذلك في اشارة الى الوحدات التي تضم اسلحة نووية في حال التأهو القصوى مشيرا الى التصريحات العدائية لزعماء حلف شمال الاطلسي والعقوبات الاقتصادية ضد موسكو وصرح بوتين خلال لقاء مع عقادة العسكريين نقله لتلفزيون امر وزارة الدفاع ورئيس رئيس هيئة الاركان يوضع قوات الردع في الجيش الروسي في حال التأهو الخاصة للقتال حسبما اوردت وكالة فرانس بريس واتهم بوتين الغرب باتخاذ خطوات غير وادية تجاه بلاده في اليوم الرابع من حرب اوكرانيا وكان الرئيس الروسي قد اشرف من بدء حرب اوكرانيا على منورات قوات الرادع الاستراتيجي شملت اطلاق سواريخ باليسية وسواريخ كروز قادرة على حمل رؤوس نووية وكان الكريم للم حينما اكدت ان التدريبات جزء من عملية التدريب الاعتيادية وذكرت الوزارة انها كانت قد خططت لاجراء المناورات منذ فترة للتحقق من جهازية القيادة العسكرية الروسية والافراد وكذلك للتحقق من مدى موصوقية اسلحتها النووية والتقليدية وتجرى روسيا تدريبات مقسفة لقواتها نووية الاستراتيجية بشكل سنوي لكن المناورات المخطط اطلقها السبت تشمل بشكل واضح هو اسطول البحر الاسود الذي يتمركز في قبال جزيرة القرم الذي علانة روسيا ضمه من اوكرانيا عام 2014 شكرا لكم والسلام عليكم مرحبا تلاو برخيات